السلام عليكم ورحمة الله اللهم بصلي وسلم وبركة علي سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بألف خير النهار دا إن شاء الله عملنا بجبة كاملة وتكملة إن شاء الله تعجبكم جدا سهلة بسيطة وأهم حاجة ما خدتش منينا وقت طبعا في الأيام دي عايزين نعمل الأكل بسرعة بسرعة وندخل بسرعة تحت الغطب في جد الجوة برد جدا جدا الله المستعين عملنا فراخ بالبطاطس بطريقة حلوة إن شاء الله تعجبكم وعملنا بديل والرز والمقرن شايفين ما شاء الله يفتح النفس حاجة كده منتهى الجميل عايزة أقولك بقى الطبق بتاعي مش محتاج أي حاجة حلو جدا 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 وكل دا في ساعة يعني هنقول ساعة جهزنا في أكلنا وربع ساعة قدنا من حض الحاجة فساعة وربع وقفة في المطبخ وطلعنا بألز غدا عايزة أقولك البطاطس بقى دايبة كده ومستوية وحاجة يعني واخد طعم الفراخ عايزة أقولك أحلى من الفراخ نفسها والفراخ كمان دايبة ومستوية وحاجة كده شايفين أنا مش عايزة أقسرة بس عشان يبقى المنظر اللي عم حال بس أظنه واضح دايبة جدا ومستوية بجد غدا حلو جدا جدا لايك بقوا أنت بتتبعيني أول حاجة هنقول بسم الله عندي الطماطم بتاعي حوالي طماطميتين كبار متقطعين حلقات عندي فلفل أخضر حوالي ان برضو 2 فلفل مَتقطع حلقات عندي بسلطين كبار مفرومين هاخد مهم شوية وخل شوية عندي معلقتين كبار من الخل معلقتين كبار من الصلصة معلقتين كبار من الزيت على معلقة صغيرة من الطم المفروم عندي التوابل بتاعتي عندي بتاطي متقطع بسسروم كده عندي البطاطس سايطون بردو كبار الفراخ اللي عندي انا هشتغل بوراك ممكن تشتغل فراخة كاملة وممكن تشتغل بصدور ممكن تشتغل بوراك حلوة جدا جدا نبدأ بقل التدبيلة في طبق فاضي كده هنزل بالبهرات بتاعتنا حبا تضيفوا بهرات معينة او تشيل بهرات معينة انتوا راحتك بس هي بالتركبة دي حلوة جدا جدا نزلنا بمعلقتين خلل كبار نزلنا بالصلصة على الزيت على التوم و هنقلب التواب الكويس جدا جدا هناخد معلقتين كبار بس من البصل المبشور البصل دي جماعة بقيته هحتاجه في خلطة الرز اللي انا هعملها هي مش رز قوي بس حلوة جدا جدا للي زهق من الرز والمكرم ان شاء الله الطبق يعجبكم معلقتين كبار بس من البصل و هنقلب التدبيلة دي كلها مع بعض او نسيت قال لكم يا جماعة الصلصة والزيت والتوم كان معصور كمان عصرة لمون يعني فيه عصر لمونة معي تمام اجيب بقصنية اللي هشتغل فيها و هنزل بالبطاطس دي حوالي بتصيتين كبار هنمقطعوهم حلقات زي كده و طمطميتين كبار برضو حلقات زي كده و فلفل ما تقطع برضو حلقات كده هنزل بشوية من التدبيلة و هنتبل الخضر بتاعنا عايز اقول لك كمان قطعت بصلة كده بصلة حلوة كده أطعتها حلقات تبقى حلوة جدا و طعمها حلو مع البطاطس نفكت كده الحلقات من بعض و نتبل الخضر بتاعنا تدبيلة حلوة بجد راحة التدبيلة حلوة جدا و طبعا هتحاولي وتزبطي مالحك أنا ضفت معلقة مالح كبيرة تمام ان شاء الله المقديرة هتبقى في صندوق الوصف تبقى لنا الخضر كده كويس جدا و رصنا رصنا حلوة في الصينية نيجي بقل الفراخ بتاعتي أنا هشتغل بوراك ف هبدأ أعمل فتحات كده في الوريك يعني حوالي فتحتين ثلاثة عشان تشرب من طعم التدبيلة وتستوى وتبقى حلوة جدا أنا مش هدهت أشوي حوالي حاجة جماعة الفراخ بتاعتي مخصولة و متصفية أهم حاجة تبقى متصفية مفاش اي مياع عشان متبقى شئي يعني انتوا عارفين تبقى متصفية أهم حاجة تبقى متصفية كويس جدا الفتحات دي هحاول أدخل فتحت تدبيلة كده و يمين و شمال وهتدبيلها كويس جدا و هتوصطها في الصينية بتاعتي أعز أقولك طعم البطاطس و طعم الفراخ بجد كان حلو جدا جدا يعني حاجة كده تفتح النفس كفية بس حاجة بجد يعني لو مش جعانة هتجوع من الريحة بس نعمل كام فتحة كده نتشرب التدبيلة و تستوي على البطول ونروسها في الصينية عندي كوباية مية واحدة كوباية مية مغلية يعني هو المضج الشيء العادي ده مية مغلية ضفنا كده في الصينية بتاعتي ما فيش اكتر من كده هدخلها الفرن على نور متوسطة جماعة فوق وتحت أنا مولع فوق وتحت على نور متوسطة هتاخد حوالي ساعة لربع لقيت وشاعة حمره وبقى حلو معي هغطيها وسبع كمان ربع ساعة يعني كل اللي خدته معي في الفرن ساعة بالضبط تمام طبعا على حسب حرارة الفرن بتاعتك وعلى حسب الفرخة برضو الفرخة بتاعتي دي اتنين كيلو تمام اتنين كيلو وخدت معي ساعة تسوية في الفرن على نور متوسطة فوق وتحت نيجي بقى المقدار الخلطة بتاعتي الحلوة عندي كيلو من اللسانة العصفور نص كيلو من الرز اللي هو المصر بتاعنا نص كيلو من الشارية يعني الشارية والرز نص كيلو نص كيلو ولسانة العصفور هو اللي كيلو تمام عندي كبدة جزاري اذا انا اشتغلت نص كيلو من كبدة الجزاري و الى حتة الدهن حلوى الفصل المفروم مراجعة و معلقة كبيرة من الصلصة اوارا لورا و حبهان و معلقة صغيرة من الفلفل اسود و معلقة كبيرة من المال اوارا لورا و مباشرة من الارنفل و معلقة صغيرة من الارنفل مصمرة القرنفل عادي اعرفها خشب عندي بقتر من اللورة البهرات كتيرة شوية بس يعني ان شاء الله تديك طعم حلو جدا جدا وزي ما بقول لكم حابين تضيفوا حاجة حابين ترشيلوا حاجة انتوا راحتكم بس بجاب نميكس البهرات ده حلو جدا جدا وان شاء الله هسبح لكم صندوق الوصف البصلة بتاعتي عندي كمية زيت حلوة طبعا انا معتمدة هنا على الزيت لاني هحمر كل الكلام ده كله نزلت البصلتين كبير مفرمين يعني خدت بس قيمت مع علاقتين منهم للفراخ ودول بصلتين كبير يعني هنقول بصلتين متوسطين تمام هلفهم شوية في الزيت ان الميا بتاعتهم تتبخر وحس انهم بدأوا يعني يشقروا معايا كده وينشفوا هما حاجة ونشفوا من المياه وهنزل بكل حاجة مع بعض حابة ان تتحمري اللسان العصفور الواحدة والشريعة الواحدة ورز الواحدة وبعدين تقليبي كله على بعضه بصراحة نقلتوا بعمل كده بس لفة طويلة او ان انا حمر وبعدين اطلع وحمر لفة كبيرة فبقيت بحط كله على بعضه وادي فيها على طول اي نعم بتبقى اجهات شوية ان تتتقليبي كل ده وتقليب مستمر بس احسن من ايه تتحمري كل حاجة الواحدة تمام يدوبك البصلة بتاعتني حسيت ان انا شفت ممية وبدأت تاخد لون كده نزلت بلسان العصفور وبرز المصر بتاعي طبعا مخصول يا جماعة مخصول ومتصفي كويس جدا وبالشريعة بتاعتي كمان التلات حاجات مع بعض وهبدأ اقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون اعيز اقولك بقى ما تسهش عنهم وايدك في التقليب على طول هتقليبي حوالي هنقول عشر دقايب معاليش متعبة شوية بس تتك حلو عن ما ايه ما تحمري كل حاجة الواحدة تقليب تقليب مستمرة لحد ما نوصل لدرجة تحمير حلوة عندي التواصل بتاعتي فها معلقتين كبيرة من الزيت معلقة صغيرة من التوم المفروم يدوبك التوم اقشم رحيتها كده وتصفر معايا وهنزل بالكبدة بتاعتي هدي اللي الكبدة بتاعتي صدمة حب يا جماعة تشتغلوا بكبدة جزارة او كبدة فراخ اللي اتنين حلوين جدا وشغلين بس الكبدة الجزارة طبعا افضل بكتير بس يعني اللي اتنين شغلين ما فيش حاجة هتقولك لأ وعندي الكبدة بتاعتي يعني مقطع في حتة الدهن حلوة كده فبتخلي طعم الخلطة بتاعتي حلوة جدا جدا احنا بنسمى الرز ده عندنا الرز الطباخ للي ما يعرفش اسم الوصفة احنا بنقوله عليه رز الطباخ طبعا بهرات الرز كتير فكفية كده بهرات هي بس رشة فلفل اسويت حوالي ربع معلقة صغيرة على الكبدة وخلاص كده طبعا هي نشفت معايا هي وتشمعت انزل بمعلقتين كبيرة من الصلصة دي صلصة بيت يا جماعة قال لبقى كويس جدا وهي خلاص كده خلاص كده صطمعين اديتها صطمة وتشمعت معايا يعني عشان بتبقاش بس زفر ايه في الاكل بتاعي اديتها تشميع كده ورز بتاعي كمان الخلطة اللسانة العصفور برز بالشعرية خدت لون حلو جدا جدا انزل بقبل بهرات والخلطة بتاعتي سخنة اديها برضو تحميصة في قلب الايه الخلطة دي عود من القرفة ورقتين تلاتة من اللورة مكعبين مرأ قصبر ناشفا كبابا صيني قرنفل حبهان فلفل اسود هنقلب طبعا مع سخنية اللسانة العصفور برز والشعرية البهرات دي هتتحمص حلو جدا وتبقى حتة هالة ضفت كمان يا جماعة واحدة من اللومي بتبقى يعني جربوا الخلطة دي هتلاقوها خاطرة جدا وغيرت الطبق يعني 180 درجة حلوة جدا جدا خلاص درجة التحميل كده حلوة خلي بالك ما تغمقش التحميل اولا لان هو كمان لما بيستوي بيغمق شوية فخليه افتح درجة عن ما انت عايزة عشان هو بيغمق في التسوية هنقلب الكبدة بتاعتي في البهرات في الرز تقليبة حلوة جدا لو عندك شربة هتغلل شربة بتاعتك وهض فيها انا معند الشرب عشان كده ضفت مكعبين مرأ هنزلبه مية مغلية لازم يا جماعة تكون مية مغلية تمام نزلنا بالمية المغلية وكلنا عارفين الشرية والسنة العصفور بيستوي من اقل حاجة فمش هعوم مية قوي يا دوبك المية مغطية المقدار عندي لو خدتوا بالكم المقدار يشوفه بقلب يعتبر مفيش مية شايفين يا دوبك ترساوي المقدار لسنة العصفور الشرية كده بالمية ما تلاقيش المية اين عالية او عالية تقليبة حلوة كده وطبعا هتزبط الملح بتاعك انا ضفت معلقة كبيرة من الملح تقليبة كده وهنسيبه على نار عالية خمس دقيق بعد خمس دقيق ايه جماعة كانت شرب وبقى في مية خفيفة زي كده ده بعد خمس دقيق بالضبط على نار عالية هنقلو بقى على الشعلة الصغيرة خالص خالص وهي هدي خالص خالص بقى يعني زبع بنقول كده شمعة هنهدي شمعة على أصغر شعل عندنا وهنسيبه حوالي كمان عشرين خمسة وعشرين دقيق يعني الطبق ده خد معايا نص ساعة في رفس الوقت الفراغ بتستوي في قلب الفرد تقليبة حلوة كده من فوق اللي تحت وهنهدي خالص ونغطي وخمسة وعشرين دقيق هنشوفه صينية الفراغ ما شاء الله اللهم بارك بجد حتها حلوة جدا وشكلها بجد يفتح النفس ازي ما قلت لكم انا كنت مولا على نار متوسطة فوق وتحت اللي اخدت لون بعد ساعة الارب وغطت عليها فويل وسبتها كمان ربع ساعة يعني اخدت معايا ساعة بالضبط في الفرند والطبقة بتاعة بجد يعني بيتحدث عن نفسه حلوة جدا جدا يعني بتهيقلي كمان مش محتاج صلطة انا قدمته بس مع حتة مخلل وحلوة كده ما عملتش مع صلطة فيه طماطم وفيه بطاطس وفيه بصل وفيه فراخ وفيه يعني حلوة جدا جدا بجد بقى يعني حتة مخلل كده وبصلة خضرة وعيش حياتك حلوة جدا جدا ده كان الفيديو النهاردة ان شاء الله يعجبكم بجدة رأسها له بسيطة اهم حاجة ما خدش منينا وقت ان شاء الله الفيديو يعجبكم ولو فيديو النهاردة اشتركوا في القناة استودعكم بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته